اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هنا مشاهدين الكرام متابعين لعزاء نحييكم بانطلاقات هذا اليوم مع تنافس سن اللقاية وضمن السباق العاشر المقدم من اتحاد سباقات الهيجن بالوثبة لعام 21 عام 22 هذا السباق ياتي مصاحبا لمهرجان سمو ولي عهد دبي المنطلق في الفترة الحالية في المرموم هكذا نسير مع الشوط الثالث يعتبر الاول بالنسبة للقاية المحليات الاصائل مع فئة القعدان اذهب الى المقدمة والصدارة ياتينا متعب محمد بن سعيد بن مرير الكتبي الذي يطلق متعب على المركز الاول بحضور هنا ابو محمد سعيد بن مرير الكتبي الذي يتابعه من خلال وجوده هنا بهذا الاداء ومن خلال وجوده الشخصي في هذا اليوم هنا ابو محمد يتابع هذا الاسم بهذه الانطلاقة بينما في المركز الثاني التقدم بدأ من انطلاقة ابو عقال سلطان بن عيد بن سعيد بن علي على الكتبي الذي يقدم ابو عقال على المركز الثاني المركز الثالث هناك التقدم في هذا الانطلاق على الزاوية الأخرى من يتقدم من يعلن حضوره بهذا الوجود وبهذا الاندفاع الرائع في هذا الاندفاع نعم طيلان سلطان بن صغير بن خليفة الاكتبي بينما هناك على المركز الرابع هذا هو الغادم الذيب وصل إلى المركز الرابع مع أحد أشبالنا ألا وهو هادف بن سالم بن حمد بن هيان العامري الذي يتابع هذا الاسم على المركز الرابع من خلال هذه اللحظات يتابع المركز الخامس من نجد في المركز الخامس في هذا الانطلاق هذا هو المتقدم مخلاب محمد بن حزمي بن قرناص العامري يقدم مخلاب على خامس المراكز في هذا الانطلاق وسادسا يأتينا في هذه اللحظات هذا هو الذيب وهناك مخوف محمد بن راشد الغيلان يما هذا الذيب لهادف بن سالم بن حمد بن هيان العامري حيث يتقدم أو لهب عفوا هذا لهب يحمل رقم ثمانية تشابه في الأرقام ولكن هذا لهب محمد بن عتيق بن زيتون الامهيري اذا هكذا نتيجة للمراكز العوائل المتقدمين الحاضرين بقوة في هذا الشوط في هذا الاندفاع الممتاز عودة إلى المركز الأول إلى الصدارة وما تحمله لنا من جديد مع هذا الانطلاق الممتاز وين الصدارة وين 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 إلى أين يا بن مرير هذا هو محمد بن سعيد بن مرير الاكتبي يقدم متعب متعب يا متعب على المركز الأول معاك يا ابو محمد ركز ركز يا سعيد بن مرير مع هذا الاسم على مقدمة الشوط الغيلاني الغيلاني يقدم مخوف محمد بن راشد بن حمد الغيلاني على المركز الثاني في هذه اللحظات وفي هذا الانطلاق نتابع المركز الثالث نجد الوصول من متعب هنا ابو عقال يصل سلطان بن عيد بن سعيد بن علي الاكتبي على المركز الثالث ترجمة نانسي قنقر أو هناك من غير إلى المركز الأول هادف بن سالم بن حمد بن هيان غير بانطلاقة مخوف هذا هو مخوف على المركز الأول ثانيا يأتينا متعب محمد بن سعيد بن مرير الثالث يتقدم بالحزمي مع مخلاب محمد بن حزمي بن قناص العامري المركز الرابع أشوف الوصول في هذه اللحظات من امطيلان سلطان بن سعيد بن خليفة اكتبي شو يمصور رابقية الأسماء وين موقعنا وين 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 هذا الألف ومتين متر ألف ومتين يا هادف ركز يا هادف بن سالم بن حمد بن هيان يستهدف المركز الأول بانطلاقة وتواجد مخوف مع مقدمة الشوط دخلنا على أجواء الكيلو المتر الأخير الأجواء الجميلة بالانطلاق دائما في هذا الكيلو عندما ندخل هذا الكيلو تبدأ السرعة وكأننا نبدأ من جديد ما شاء الله شوفوا مخلاب مع بن حزمي وشوفوا مخوف مع بن هيان إلى أين الانطلاق هنا بهذا الاندفاع ما قال لشي هادف هادف ما حرك عصاه حتى الآن آلية محنطة في بطانة آلية في الكرش عصاته في الكرش بدون أي حركة بدت بدت الأوامر ولكن مخلاب قادم الله 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 يا له من تنافس المذير مخلاب 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 غير مخلاب هذا سلالة مخلاب العاصف واعتقد من خلال الاسم هنا بهذا الاندفاع مخلاب هو ينحدر من سلالة شاهيل الكليلي وأما بتنصحان أنتق العديد والعديد من السبق والعديد من الندر في الرياضة في رياضتنا رياضة الأباء والأقداد وهذا هو بالحزمي يقدم لنا هذا الاسم سلام زاخر سلام سلام أرض المفاخر سلام سلام يا بالحزمي سلام يا مشكور يا محمد بالحزمي وكذلك أحمد بالحزمي وأيضا عمير بالحزمي على هذا الفوز فوز مخلاب المركز الثاني يذهب إلى انطلاقة مخوف هادف بن سالب بن حمد بن هيان الثالث يذهب إلى مطيلان سلطان بن صغير بن خليفة الاكتبي المركز الرابع هذا هو الرابع متعب بن حمد بن سعيد بن مرير الاكتبي المركز الخامس كان بانطلاقة الخامس هناك في هذا الاندفاع يذهب إلى مزع الحمد بالعاصر بالحب العامري توقيت سبع دقائي سبع واربعين ثانية